من دمشق إلى اللاذقية الوردة الشامية تزرع وتقطر بأناملة أنثوية هاي كلكيل تقطير ماء الزهر وماء الورد عم نشتغل عليها بمواسم الزهر الليمون والورد الشامي السيدة أمال خدوج تنجح في استثمار حديقتها بإنشاء مشروع صغير في زراعة الورود وتقطيره نشيل بنعمل منا ماء الزهر للحلويات وماء الورد للبشرة وكمان بيصير للحلو مشروع كتير كويس كوني أنا سيد ببيت قاعدي بالبيت حبيت أشتغل هيك شغلات ويستفعدوا منه البنات والبيزيد عني ببيعه وبيجي ما تخل للبيت تعلمت هاي المهنة من إمه وبلشت أسأل ورفقاتي والناس اللي تشتغل فيه وصرت أشتغلها والحمد لله رب العالمين منتوج كتير منيح وكتير كويس وإلو يعني عشر سنين وأنا بشتغيل وما أحلاني شو بتمنى من كل ست بيت تتعلم وتشتغيل هاي كتير مهنة حلوة وحيب بيطور هذا المشروع وأعمل مزرعة ورد عندي بالبستة بوجود هالمشروع طبعاً عم يعملنا اكتفاء للبيت حاجة البنات بالبيت وكمان عم نبيع ويعطينا دخل إضافي للراتب طبعاً ويساعدنا وأنا بشجعها وبشجع كل مدام كل الست بيت ما عنده شغل يعبي لها وقت فراغة وبينعكس كمان بيعود علينا بالنفع إضافي لمدخول الواحد الشهري بنطرل كل سنة الموسم موسم زهر الليمو بيبلش بماء الزهر وزهر الورد الشامي وبيبلش ايه اشتغله لأنه كتير متعة وكتير واحي بيحس أنه مبسوط وقت اللي بيشتغل شيء وبيشوف إنتاجه وعم ينباع وعم يستقدموه البنات عشر سنوات كانت كفيلة لتحويل الهواية إلى عمل يلبي حاجة الأسرة ويؤمن دخلاً إضافياً لها